فيكم مشاهدين من جديد تابعين معكم البرنامج الصباح المباشر نروا معنا طبعا تحية لكل اللي عم بتابعونا هلأ واللي نضموا لقلنا ضمن البرنامج ننتقل إلى الفقرة الثقافية اللي هي رح تكون مخصصة لفنان من لبنان هو أكيد فنان من زحلة هيك امتهن النحت وبينحط على الصخر وعالخشب وعالرخام بيسعدني بشرفني أني رحب بالستوديو بالنحت جورج المور أهلا وسهلا فيك في تلين ميار ونرسات طبعا لما نقول الفن اللبناني المرتكز على النحت نعرف قديش النحت هو صعب لأنه بيرتكس بشكل أساسي على مهارات شخصية ويدوية بعيدا عن الألات لأنه هلأ صارت درجة أنه كل شيء الآلة هي عم بتحل محل الإنسان وإنما بهذا الفن بالتحديد فيه إلو نكهة مختلفة ضربة الإزميل ضربة الكشاكوش يعني كلها هيدا مثل سامفونية متكاملة لحتى يطلع تطلع هيدا المنحوطة أو هالرسمة أو غيرها من الأمور خبرنا استي جورج هكي كيف بلشت ببدايتك وهل كانت مقترنة بدخولك إلى معاة فني متخصص لأنك تتعلم هيدا الحرفة ببلشلك من الآخر أنا ما دخلت لمعهد فني ولا شيء أنا ابن النعمي ابن الموهبي إنما نميته وتعبت علي وصلت أني يكون عندي من خلال الخبرات اللي اشتغلت فيها والمصالح اللي اشتغلت فيها صار عندي بحدود 62 مصلحة فنية بشتغل فيهم وشتغل فيهم بإتقان وبإبداع وبكل شيء النعمي هي أساس الموهبي أنا اشتغلت على الأساس هذا ونميته بمجهود بنعمة ربنا ووصلت لهذه اللي وصلت له له هلأ حتى من خلال الأشياء اللي أنا اشتغلت فيها بحياتي عملت منها دروس وعلمتها 8 سنين بالسانكور الرصي بزحلي على أثر فلتنا من زحلي وقفت هاي لدروس مع أنه اليوم في كتار بحاجة لهي المصاصي تسمينيها المهارات اليدوية وطلع من عندنا تلميز ولم يزل حد اليوم أي ساة اللي بلتقي فيهم وان بلتقي فيهم بيكون فيه لقاء جميل وفيه عرفين بالجميل وبالمحبي وبهذا الشيء سيد جورج أهلك كانوا يشتغلوا بهذا الجو هل أنت تأثرت بجو عائلة فني؟ أنا تأثرت بجو عائلة إنما أهلي بي كان كندرجي بحكم إنه مصلحته على حسابه وهذا الشغل اليدوي مما غزة عندي روح كمان فني وين بيزحلي؟ بيزحلي بسوق البلاط نعم حد مدرست الأنطنية ضغري بيزحلي نعم هاي الإشياء ساعدتني كتير إنه بي عنده نظرة فنية يعني لما كانت أعمل عمل أنا وأنا صغير لما أعمل عمل أعرضه على الوالد لحتى لي كنا هكي نظرته صغب يعطيه ملاحظات على وهيك بلشت تكبر الموهبة وكان في ست بيزحلي قد ما شافتني أنا في عندي روح فنية ساعدتني ساعدتني وجابتلي ألوان وجابت دفاتر وإشياء مثلي وأنا ولد مادام داود مادام جون داود كانت نسيت الاسم لزمان يعني عم بيحكي أنا هاي القصة من أكتر من 55 سنة هي الكشفتك يعني هي الكشفت موهبتي وساعدت إنه جابتلي المواد وجابتلي هالإشياء هاي ومن هاون صار فيه بلشت بس بحفر الموبيليا من هيك بلشت بلشت بحفر الموبيليا سنة سبعة وستين كمهني سنة سبعة وستين تمينة وستين كمهني بس قبل منها أنا اشتغلت مصالح كتير نعم يعني حلق رجالي اشتغلت ستاتي اشتغلت بالموبيليا اشتغلت بدهان اشتغلت أي كل شي لأنه الموهب اللي فيي بيحاجر بده تغزي ماني قادر أنا غزي موهبتي من خلال الجامعات ومدارس لأنه مش موجودة صحيح من هاون قدرت أنا جمعت هال المواهب كلها سوا هاي والخبرة اللي موجودة عندي وعملت بنا دروس اسم المهارات اليدوية حلو وعلمت على ثمان سنين بشكل ناجح بالمدارس بلشنا بمدرستين بيسوع الملك بس ما طولنا بيسوع الملك بس باليسوعية عدمت 8 سنين لأنه تركت زحلي بس تركت زحلي من بعد منها صار في علاقات بيني وبين الرهبات للسنكور وأنا موجود لإلي أعمال 27 عمل بالسنكور موزعين بين جبال عين نجم بيزحلي أعمالي مكينية عن نحط لتمثيل معينة؟ لتمثيل حتى النصب التسكيري اللي بيزحلي بسيحة الشهداء شغلي عرخام أيها التقنية الأصعب اللي بتستعملها؟ هل أهون شي هو الحفرة على الخشب أو الخام أو الحجر؟ كل نوع من أنواع الشغل هذا إله تقنية خاصة يعني اللي بتستعمليه على الخشب ما فيك تستعمليه على الحجر واللي بتستفيدي منه بالحجر مش موجود بالخشب يعني أنا إذا بدي أعمل بلوك كبير منحوتي كبيرة إذا بدي أعملها بالخشب بدنا على سنتين نجمع خشب لحتى نعمل بلوك ما فيه لأنه كله ما فيه لوحة ما فيه لوحة ما فيه أحجام ما فيه كيبات بهالحجم هي بالرخام أو الصخر موجودين موجودين يعني بديك ثلاث مطار ثلاث مطار ونص طول فيه فيه فرد روح عرضوا مترين بمترين فيه يعني موجود نعم الخشب مشكلته هاي وبيرجع بالخشب بالخشب له التكنيق خاص يعني اليوم إذا لقت الإزمية اللي عم تشتغليه والخشب معاكسي ما فيك تكملي بديك ترجعي من تانية ماية لتلقيلها لحة تانية تكون عم تتكلي الخشب نسيبي طريقة نسيبي بالحجر ما عنده مشكل فيك بأي عزاوية بأي أتجاه فيك تشتغلي ما في أي مشكلة حتى يمكن كمان الرخام الرخام كمان نفس الشي لحشوف أنا وياك استيس جورج هيك بعض من أعمالك هيك ومنعلق عليهم كمان لنشوف نعم إياها نوعيدة هادي اللي عم شوفه هاذا اللي عم شوفه هالأني هو العشاء السري نعم هاللي تنفذ ببلدية الزو بمعرب هادي أداي كبره مصلا شي 98 90 ب45 الخشب هيدا حجر حجر هلأ الخشب هاي أخر العمل اللي عملته اللي تركب من جمعتين بمنزل الدكتور روني عويضة حكيم عايش بأميركة بس عنده بيت وهون عم شغله هايدي المراحل تبع الشغل لحتى كملنا اللوحة هوا من ضمن اللوحة الكبيرة هاي هيسة 3 متار و 10 سنتي شفتي هايدي بالزوق حجر هيدا المطرح اللي هلا أمبين وراء المنحوتي هاي المطرح اللي مخصص لجورج المر كل سنة بيعزموه ببلدية الزو بسوق الأديم هيدا كل سنة كل سنة بيكون جورج المر موجود هوني مار شاربل مار شاربل كمان انطلب نفزته وحجمه 35 سنتي هايدي اللي تلاقي منحوتي لمر شاربل بها الحجم هيدا ما فيه كله صب اليوم وريزين وشام تلاقي هايدي المنحوتي اسمه الخير والشر هالبنت العاري هي الخير وهالوجوه اللي فوق منها هالحبوب 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 بيلبس مئة وجه مليون وجه ليوصل لغايته صحيح ليصير وجه مقبول تجاه هالشخص بيكون هايدي خشب هلأني كمان عم نشوفها نعم هايدي مار بيس آآ لا هدا مرمطانس البدواني هلا مرمطانس البدواني ها تنفذت بمعرض بمرمطانس البدواني بالحدد نعم انا وين بنعزن باي معرض بتكون طوولتي بتكون طوولتي معي والحجر اخدو معي وكلشي وبيش تلقى قدام الناس ومنفذ قدام الناس وانا اللي دخلت متل ما قلت بنحت المباشر عم عارض لبنان كله شأليل هاي دي اللوحة عم نشوفها شفرات خشب نعم هو ديقلام خشب انا جميعهم بطريقة لحد يكون عندي عمل مميز عملت منهم مجموعة لوحات هاي وحدة منهم نعم هاي اكوني رخان واضح كمان هاي موجودي ما بدخل الالوان معهم في مطارح طلب بندخل شايفها دني انا مشتغلت فيها للايكوني العذرة وولبة اليلات هاي دي بالمعمل اللي انا بنفذ فيه اعمالي بابو ميزان معمل عصان المر هاي دي ايكوني خشب بترسم ايكونيات اي مش بس رسم هاي الايكوني محفورة من ضمن الخشب وملوني شأليل ومعتق بالطريقة شي حلو ومدهب وكل شي نعم اعملت منهم كذا ايكوني وبما انك انتي من زحلي بتعرفي سيدة الزلزلي بزحلي الايكوني تبعيتها الايكوني الدامعة انا عملتها وتنفذت بحرب تموز وهوا الايكونات من بيحت حرب تموز كان عم يطلع هيدا الانتاج انا مني انهزامي ابدا ولا بتفرق معي الاصف والضرب انا بهم اللي براسي يكون عم يشتغل الفن اكيد اكيد اليوم يعني هيدا الفن اللي صار شوي فيه شح بلبنان ولما بتشوفه حال كون هيك اقلال من بين الناحاتين اللي عم تقدروا تنشو اعمال فنية بهذا الضخامة هل المشكلة هي بالمعاهد والمدارس اللي ما بقى او في قلة مواهب يعني او صار الموضوع ما كتير بيطعم خبز مشان هيك الناس ما بقى عم تنشو لا في كتير موية في كتير موية انما وقت اللي عملت انا الصفوف طبع المهارات اليدوية درت اكتشفت درت اكتشفت انه الاسادز اللي بيعلموا رسم كانوا ينقوا تلميز شوفوا سبعة ثمانية عشرة اللي هني يعطوهم السياعة طبع الرسم او الموسيقى انا اتنينة واربعين تلميز اتنينة واربعين يشتغلوا نعم وكل نهار ثلاثة انا كنت اعطي متين واثنينة وخمسين تلميز على ست ساعات نعم عدا عن اللي بعد الدوام تركت التعليم هلا هلا تركنا التعليم متخصص بس بال بها الاشياء بعمل فني وبتير في معاناة لانه الناس بحاب ببدت تعمل شيء نعم وما فيش مطرح لحتاني علم هلوي سقفت المنحوتات مش موجودة بلبنان اه انه خصوصا السحات اللي عادة منشوف اه هيك مجسم لشخصي مميز يعني انا لدي اشكرك على هذا السؤال بس سبب لسبب انه انا عرضت مشروعين على بلدية زحلي نعم اللي هي بتخصني نعم واللي انا واجباتي اني كون عم اعمل شيء لزحلي ايه ما شفت ازان صاغي انا عنده لحديدة الشعراء اللي هي بحطوا مجسمات لشعراء من زحلي نعم بس غير هيك ما بتشوفها ما بتشوفي غير هايك فعلا في مشريع لزحلي نعم بس نحن جمدناها لانه ما شفت المواصفات نعم لا بالبلدية ليش بدونش يدفعوا يعني المشكلة هلا لا ما فدتش انا بالتفاصيل اه ما معونش مصاري معون مصاري هوي بيخدوها بالمواضيع السياسية انا بس كون عم بشتغل فن لا اطعاط السياسي خلاص لازم يكون في غراء بيننا وبينك كمجلس قدق زحلي السقافة ونشوف كيف فعلا نعمم سقافة نعم المنحوطات الموجودة بالمدينة لانه فعلا هايدي بتشكل ملتقى عند الناس صحيح هاي الساحة وهي الساحة ومطرح بجسة شخصية بارزة لزحلي والبقاء ولكل المناطق البنانية طبعا هاي اللي اسمه للمشروع نعم ميت منحوطي ومنحوطي حلو بدك تشوف وين بدك تحطهم هني مفروض يشوفوا وين بدي حطهم مش انا انا عارف وين بدي حطهم طبع طبع بس هني اللي مفروض نشوفوا وين بدي حطهم ومين بيجي بوله لكن هاي دعوة صريحة وعلنية الى رئيس بلدية زحلي معلقة تعنيل الريس اسعب صغير هو العالم بالثقافة وهو المناضل من اجل ترسيخ السقافة في منطقة زحلي وبيعرف اهمية دا الموضوع نحنا مندعي لحتى فعلا يلتفت الى هاي دي الالتفات المهمة لانو زحلي هي بحاجة الى نهضة حقيقية ثقافية لانو عم نشوف في انحدار رايحين بصد وانا عندي خيي خيي عضب البلدية بس انا ما بضغط من خلال خيي ولا بدي طبعا طبعا انا جورج المور جورج المور جورج المور جورج المور نحنا كتير سعيدين ان التقينا فيك اليوم استاذ جورج المور لقاء مميز ونحنا نفتخر فيك كمبدع من زحلي الى العالم لانو بعرف قديش اعمالك عم توصل الى بيوتات كتير في لبنان وخارج لبنان واغلبيتهم عم يكونوا مختاربين يعني وهذا اللي عم نشوفه يعطيك الف عافية نحنا بانتظار دايما هيك جديدك ووقت لطلاتك وايضا كمان معارض عم بتقوم فيها لحتى نقدر نسلط الدوق عليا مخلطة المير ونسلط كلمة اخيرة لألك كلمة الاخيرة اتمنى الصحة لنفسي طبعا وللناس لحتى اقدر ضل انتج مش عم بتمنها بشكل معجرف لا انا بتمنى الصحة لدل اقدر نفذ لدل اقدر فرج الناس الابداع الفني هاللي من عند ربنا مش من عند الناس ولا من امي ولا من باي يعني خلفوني هاي دي النعمة اللي كنا عم نحكي عنه هدا هو مرسي كتير على حضورك اليوم واللي طاول عمر كن عمر ثلاث لميار شكرا وتضلوا بهالهمة وبهالنشاط شكرا المبدع النحات الاستاذ جورج المورد